أهلا بكم تعرفين أن أنا بحب التاريخ من أول تاريخي القديم قوي أنه الفراع نعم أول ناس عملوا فرشات السنان ويقال أنهم أول ناس عملوا مع أجون سنان وأول ناس عملوا زراع السنان كمان لغاية لما بدأت الزراعة الحديثة الحقيقة في 1965 التاريخ ده في عالم الزراعة مهم جدا لأنه رجل اسمه جوستا لارسن جوستا لارسن ده ده متطوع سويدي تطوع لدكتور اسمه انغفار براني مارك دكتور أو بروفيسير انغفار ده رجل فكر في فكرة جديدة جدا في الوقت ده انه يحط تيتانيوم سلسلة من قطع التيتانيوم في لسة أو تحت لسة لارسن عشان يزرع فيها السنان ومن هنا كان المريض اللارسن ده كان عنده مشكلة في خلقية في السنان فتزرعت له السنان بالتيتانيوم ده وقعدت فيها في سنانه بتيتانيوم لمدة أربعين سنة وفي 2006 اللي هو بعد الزراعة باربعين سنة تقريبا بعد ما وفات لارسن لما طلعوا قطع تيتانيوم التعوضية اللي موجودة بالزراعات اكدوا انها سليمة ونفاش اي شوائب ونفاش اي حاجة خالص وبدأت من ستينات الزراعة وفكرة ان احنا نحط التيتانيوم دي فكرة سابتة من ذلك التوقيت وبقى خلاص عارفين كلنا انه التيتانيوم دي مادة خاملة استفاد منها العلماء انه العظم بيتكون حوليها وبيبقى هي والعظم شيء واحد ودي فكرة الزراعة الاساسية التاريخ دوت يخليني نقف قدام الزراعة الحديثة ونقول ان الزراعة الحديثة تطريع فيها تطوير كبير لكن هو مبني على فكرة طبية من سنة 1965 النهاردة هنتكلم عن الزراعة بالتفصيل ضيف العزيز الذي يسعدني وجوده معنا دائما وبيبدع في حواره دائما صاحب الحضور الرائع جدا استاذ الدكتور كريم مكادي استشاري زراعة وتجميل الفم والاسنان صاحب زمالة الكلية كلية الجراحين الملكية وعضو كونجرس الامريكي لزراعة الاسنان ضيفي العزيز اهلا بك دكتور اهلا دكتور ازاي حضرتك حامل ايه وحضرتك حشني جدا اخبارك ايه التاريخ قديم تاريخ قديم بس على طول فيه تطور اكتشاف ان التايتانيوم اصلا من قبل حتى ما نجربه في الاسنان ان التايتانيوم بيبني او بيسحب بيعمل زي مغناطيس اللي بيسحب العظم عشان يبني فيه ده وصلنا النهاردة ان احنا نقدر نقول جملة مهمة جدا ان منحق اي حد في الدنيا انه يفضل بسنينه لحد اخر يوم في عمره واحنا نقدر نوصله لده كل شوية الدنيا بتتطور عشان تسهل لنا الكصة دي زمان كنا بنعمل فتح وكان ديزاين سرعات نفسها كان يعني مش كونيكل زي موجود دلوقتي او مش دائري زي دلوقتي كانت الاول بتبع عاملة حاجة زي السكينة بتخش جوه العظم وكنا بنفتح عملية كبيرة ونسبتها بمصامير مش عارف ازاي والكلام ده كله لك دلوقتي بقت ان احنا بنحط الزراعية في جلسة واحدة بدون ما نفتح فتح خالص تمام؟ كلها نقطة عبارة عن ميلي وبتنجح وبيقدر يأكل المريض على اسنانه او خلينا نقول الفاقد الاسنان بلايش المريض لانه هو مش مريض هو فاقد اسنان يقدر يأكل عليها بقيت حياته كلها بطريقة كويسة جدا ويأكل عليها قصب كمان الحالة الامسة لتعاود السنان الزراعة ولا البريتش؟ طبعا طبعا الزراعة خلي بالك يا دكتور مفيش حاجة بتعاود الاسنان بتاعت ربنا يعني ما نقداش لما نبرد السنة بتاعت ربنا الطبيعية احنا كده احنا ضعفناها ودينا فرص كبيرة ان يحصل فيها مشاكل وبعدين لما السنة بتدخلها اللي بيحافظ على حجم العظم اصلا هي السن اللي جوه بيبدأ العظم يكش فيبدأ يعمل تسريبات تحت التركيبة اللي يبوز السنان التانية عشان كده بيقولك انا كنت اعمل تركيبة والسنة جرت التانية في التالتة في الرابعة لحد ما فقد اسنانه كلها في وقت صغير زي ما احنا شايفين دول تلات زراعات دول كلهم متوازين لبعضهم كويس جدا هيقدر يأكل عليه كل اللي هو عايزه من غير ولا سنة طبيعية هو ما عندهش دولوقتي ولا سنة طبيعية تلات مصامير دول اتحطوا دي زرعات فورية دي اتحطت وتحملت في نفس الجلسة بس ده يتطلب ان هو يكون صحته كويسة يكون عنده عظم كويس تكون زرعات ليها معالجة سطح وليها ديزاينز عالي جدا عشان خاطر تديني الستابلتي او السابات الاولي اللي بيخليها تفضل ثابتة ومحصلش فيها مشاكل بعد كده خالص فدي من الحالات اللي احنا بنقول فيها ده هنا مثلا دي زرعية لسنة واحدة تعويض سنة واحدة انا ابرد السنة اللي في النص الناحية التانية والناب عشان اعاوض السنة الرقم اثنين لا طبعا دي سنة ربنا احنا عايزين نرجع لللي احنا خسرناه سواء باهمالنا او مشكلة تانية حصلت اكسيدانت لي او عن طريق الخطأ بالزبط كده فاحنا هنا حطينا الزرعية دي زرعية برضو فورية هنا انا كنت مصور الصورة دي عشان نباين ان احنا بنعمل حاجة اسمها جينجفل بروفايل بنبدأ نرسم اللسة حوالين الزرعية عشان لما السنة تطلع في الاخر نقدر نقول ان مش باين خالص ان هو معوض السنة المفقودة دي باي تركيبات او اي زرعات فهو دي دي كت حتة كده زيادة عشان نقول ان احنا بنرسم اللسة عشان خاطر تطلع تدينة طبيعية اكتر احنا بندور على ايه؟ بندور على فانكشن وظيفة بنقدر ناكل نقدر نعيش باسناننا كويس قوي وبندور على جمال ان شكلها يبقى طبيعي او الاقرب للطبيعي الراجل ده قعد من غير اسنان فترة طويلة كان عنده مشاكل فيه دمور في العض قدرنا نعاجل ده نعالج ده بالزراع ودلوقتي هو عنده الاسنان اللي تحت دي قابل من اهم من العمل ضبط العمل طبعا اجراءات اللي بتتعامل قابل طبعا اجراءات مهمة اوي في الزراع طبعا قابل قابل اي حاجة اول ما المريض بيقعد قدامي او اللي هو صاحب الاسنان المفقودة بلاش نقول مريض لان هو صاحب اسنان المفقودة بنبدأ نتكلم معي ناخد الميديكال هيستوري بتاعته هل عنده اي مشاكل صحية هل ضغط سكر قلب كل ده احنا بنتعامل معاه يعني ينفع له زراعه برضه بس لو السكر طب السكر التراكمي بتاعك كام ونبدأ نشوف لهو عالي شوية ننزله لحد ما نقدر نحط له الزراعات الزراعات دلوقتي بتقدر تقف تقف قدام التغيرات بتاعت السكر اللي هي بتحصل اجسيدانت ليه بس مايبقاش حياته انها سكري 300 و 400 والتراكمي بتاعي 10 و 11 وكام ده كلهم مش هتقدر تقف قدامها لكن نقدر ان هو مثلا لو هو عند التمانية تمانية وشوية نقدر نزرع له الزراعية تحت التسعة يعني تمام وتفضل قعدة معاه وتستحمل ان هو مع شوية زعل مع اي حاجة طلعت وقامت نزله لي مرة تانية هنا احنا بنعمل تريتمنت بلان على الاشعار المقطعية اكمل لحضرتك بس ايه اللي احنا بنعمله في الاول لازم نكشف تلينيكي اللي نشوف الوضع جوه وعمل ازاي ايه الاسنان الموجودة والاسنان المفقودة وفيها اي تلاخلخ او اي حاجة بعد كده بنعمل حاجة اسمها الاشعار المقطعية سلسية الابعاد ايه الاشعار المقطعية سلسية الابعاد ايه الاشعار اللي بتقطع لنا عضم الفك زي ترنشاط اللانشون كده الفيعة قوي في كل اتجاهات من قدام الورا او وراء القدام كروس سكشن زي كده هو نقدر ناخد اتعاط من الجنب ده للجنب ده من تحت الفوق او فوق لتحت وبعد كده بنحدد هنزرع ازاي زي الصورة اللي فاتت في الصورة دي احنا واحنا بنعمل الاساسمنت ده في الاشعار المقطعية الصورة اللي فوق باين فيها دايرة سودة تحت الانف جنب الكروس الاصفر وتحت الدايرة السودة دي راحت بايت لونها ابيض عالاك شايفها ده كان كيس دهني نتيجة علاج عصب قدين في السنة بقاله فترة المريض كان بيشترك ان السنة بتتلاخلخ بدأ يطلع افرازات من اللاسة حوالين السنة فاحنا شلنا السنة اللي بتتلاخلخ نضفنا الكيس الدهني حطينا بداله عضم استنينا شوية عشان نقدر نركب في الزراعية بتاعته في حالات بنقدر نزرع في نفس الوقت يعني ايه ننضف الكيس دهني لو حجمه صغير شوية وفي حتة عضم تبدينا سبات اولي هنقدر نعمل دا في الحالة دي دي كان عنده مشكلة ان كانت اللف كتير قاله لحنا مش هنفع نزرعلك فوق كان عنده الجيوب الانفية نزلة مفيش عضمة فوق الصورة الاولينية فوق دي بعد زراعة الجيوب الانفية تحت دي بعد وضع الزراعات كلها بتاعت الفم وبعد كده بقى بقى سنين كل دي التجهيزات اقراءات قبل هنا دي مهمة قوي معايش بدون نعطي كلام حضرتك هنا انا بتكلم عن infection control احنا دا كترة بنتعامل في الدم وعايزين حاجة تنجح اي infection في المكان وده في ناس كتير اي عدوى في المكان اي اللي تهتمامل بالنظافة وصف الزراعة بزبط هتقدي الى فشل الكلام دا هنا احنا ملبسين المريض دا 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 مخصوص للمريض دا كترة لابسة دا دي بتتريمي single use لابسين overheads عشان خاطر ماينزلش شعراية زيارة جوه الجرح تبوز لنا الدنيا اه فاهم حاجة في الدنيا هي infection control وده في كل التخصصات الطبية مش عندنا بس يوم ما تخش عيادة تلاقيها مش نظيفة او مش واخد كل الاهتياطات بتاعت ال infection control اللي هي العالمية اللي انت تحس ان انت داخل في مكان نظيف دا مكان ما تقدرش تتصف فيه في الزراعة بالذات لانه ان حتى عندك مادة يعني معدنية فلو جاء عليها infection وهو مش اصلها دم زبط فمش يعرف المناعة انا خش في قصص ومش تمسك الزراعية ونبدأ نقول يا ترى ما مسكتش ليه ويبدأ يحصل بس ونقول يا ترى جايله صديد ليه ويا ترى يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى وهو الموضوع بسيط جدا هو كان لو في infection control عليه شوية كانت لما اكيد من سنة 1965 من ايام الاخ لارسن اسمه صعب خالص لغاية دلوقتي يعني في اساليب حديثة دلوقتي يعني في 2021 و22 احنا نتكلم على اساليب متطورة ايه هي الاحدث؟ زمان كانوا بيستخدموا الشيزل والملت عشان بيدأدقوا في العظمى عشان يركبوا الزراعية مثلا ويفتحوا فتحة وعملية كبيرة وقاعدين دلوقتي احنا بقينا بنعملها ميلي صغير بنقدر نشتغل منه كل حاجة دي مثلا في الزراعة عشان نرفع الجيوب الأنفية بقينا بنقدر نعمل حاجة اسمها close sinus lifting انها نرفع الجيوب الأنفية من غير ما نفتح برضو دي من الحاجات اللي اتطورت جامد قوي معالجة السطح نفسها بتاعت الزراعية اللي هي ساعدت على ان الزراعية تمسك احسن دا اش رح لي ايه معالجة السطح؟ معالجة السطح بعد ما زراعية هو تايتنيوم جسم تايتنيوم انا موافق عكام ده بيبدأوا يخش الاول مرحلة يتعملوا زي pores او يعملوا تعريك صغيرة عشان يعشق فيها العظم دي في سطح الزراع في سطح بتاع الزراعية نفسه وبعد كده اتعرض لجاما ريس جاما ريس دي بتزود او بتحفز المعدن ان هو يسحب الكالسيوم عشان خاطر يبني العظم فوقيه كل دي التطورات قدت الى نجاح الزراعية التكنيكس نقولنا التكنيك الاول اللي هو بتاع ان احنا نفتح ميلي سواء عن طريق الليزر او سواء عن حاجة اسمها punch يعني زي الخرومة كده بتفتح للميلي ده بس واشتغل منه كل حاجة في حاجة اسمها الPRP والPRF استخدام البلازمة بنطلع منها الPRP والPRF اللي هي غنية بعناصر النموة والشفاء اللي هي بتقدي ان الزراعية تمسك بشكل احسن ودي خصوصا بنستخدمها لو احنا هنزرع كمية عظم كبيرة هنا طبعا ده احنا هنا بنبين عدد الزراعات احنا حطينا له هنا ست زراعات فوق وست زراعات تحت فكه وكان محتاج ست زراعات فوق وست زراعات تحت عشان نركب له تركيباته الكاملة ويقدر يعيش بعد كده بشكل طبيعي فينس هنا هي نفس الحالة مش دي نفس الحالة نفس الكلام بزرعة روعة جدا اه كان ابيض وبعد كده عمالنا الصحراء عمالنا الصحراء كان ابيض اه عمالية دي في ساعة الربع في ساعة الربع في ساعة الربع انت مش في تفتح مش تامل حاجة تاك 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 ده بالبينك اه تاك 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 خلص الموضوع فوق وتحت اه طيب دلوقتي في ناس بيحصلوهم اما انهم يخلعوا سنة او سنة بتتضمر تدريجيا ويبقى منها لا شيء وتروح وهي يكملنها في الجزء الخلف من الفم ربما مش باينة فبيتركوها وفي ناس بتسيب السنان باينة برضو يعني للأسف ايه عواقب ان واحد يروح منه سنة وخصوهم في الجزء الخلف اذا وحد في الجزء الخلف اقول له هيا مش باينة مش باينة انا ما بقولش عليها قوي صح في ناس كتير بتجيلي كده هرباك يا دكتور ايمن دي زي الكمبلة الموقوطة السنان سبحان الله كلها في حالة حركة كل واحدة بتسند على جنبها وبتسند على قصدها لما بنشيل سنة من النص بيبدأ يحصل تغيرات في الأسنان اللي حولينا هتلاقي السنان اللي حوليها بدأ التميل عشان تعوض الحتة الفاضية زي ما احنا ها شايفين دلوقتي دلوقتي احنا قادي خلعنا السنة معوض نهاش يبدأ يحصل ميل هيحصل للوقتي الميل اهو العظم التاكل في النص بدأت الأسنان تميل على بعضيها والله هيبوز الأسنان دي سنة الفوق دي هصلها ونزلت عشان تعوض القصة مسافة قفلت بس بوضت السنتين اللي جنبها والسنة اللي فويها كل ده هيبوضلي وخلينا خسار سنيني عارف الضمنة أو الخيط لما يكر الضمنة لم تقع وراء بعضة صح بالضبط كده تبدأ تسحب وراء بعض فجأة يلاقي نفسه بسبب سنة واحدة ما عوضهاش كرت معي مشكلة جبيرة اه مشكلة جبيرة ومع أن حلها ما بياخدش ثلاثة أربعة دقيقة السؤال طيبا في ناس تيجي لك تقول لك أنا عايزة زراعة بيتعمل لها أشياء يقول لك مفيش عظم حسرع لك فين ده سؤال مهم جدا وده هنا اللي بيبين لك فعلا المهارة بتاعت المكان والتكنولوجي والإيد خلي بيالك أنا ممكن بيعندي التكنولوجي كلها بس الإيد مش 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 كويس هو فيه سؤال جاي المهارة ولا التكنولوجي ده سؤال جاي اتنين مع بعض اتنين مع بعض اتنين مع بعض التكنولوجي بتديني تخلينا شوف ما ينفعش أخش جوا قضة ضلمة واقعد على الكرسي من غير ما يشوف العشاعة دي مهمة جدا أنا جايبها عشان أوريها شايف الخط الأصفر في الجزء اللي فوق ده عصب الفك ده مستوى عالي فوق فوقيه ملي عضم تحت أنا حطت زراعات زراعتين في نفس مكان العصب بالزبط احنا عملنا كده إزاي في الحالات الزي دي الراجل ده عايز يأكل ومعندوش سنينة وعندو العظم متعاكل قدامه في كل حتة بس ديك يعني أنا جايبها عشان خاطر أحدد النقطة دي وفوق أنا زراع عظم في الجيوب الأنفية برضو يعني ده ده العادي بس المشي العادي اللي أنا هتكلم فيه في عصب الفك احنا هنا فتحنا هنا كان لازم نفتح ماينفعش بالملي فتحنا طلقنا العصب مما كانه ونقلناه في لابل تاني ويدينا نحط الزراعات بتاعتنا ونقف المرة تاني هنا لما حضرتك حد يقولك انت ماينفعكش زراعه مفيش حاجة اسمها ماينفعش في حاجة اسمها احنا هنا نقدر نعمل لحد فين وفي حتة تانية احنا ممكن نعمل لحتة أعلى من كده هنا أنا شرح ده شايف اللي أنا مسكه ده هنا في فيديو وانا بعمل العملية اللي أنا مسكه ده عصب الفك شايفو ايوا شايفو شايفو دكتور ايمان ديش ناس كتير بتعملها بس يعني بيتعمل بحرفية عالية قوي بنوضع نعمل كده هنا كانش فيه عظم فوق خالص تمام ده أخد وقت مننا شوية اللي احنا عادنا نبني في عظم الفك أخد مننا كذا شهر وبعد كده قدرنا نحط الزراعات بالمنظر اللي تحت ده ودلوقتي هو بيأكل كل اللي هو عايزه هنا أنا عايزة أوري حاجة هنا ده عظم حيواني مع جزء من عظمه المريض نفسه وإحنا بنفتع فتحات الزراعات بيطلع شوية عظم بنخلطهم ببعض وده بيدينا فعالية أكتر من العظم اللي احنا بنجيبه من بره البودر تمام ده بيخلي الأوسيو أوسيو انتجريشن بتاعته تزيد فده هنا كنا بنوري العظم بتاعنا وإحنا بنحطه هنا زرعين رفعين الجيوب الأنفية زي ما حضرك شايف بكميات كبيرة وزرعنا فوق وتحت دايما هنحن شايفين الجزء الفؤاني ده ده كان عبيض ما فيهوش حاجة دي زراعة عظم اللي عبيض ده ده عظم مزروع دي كميات عظم مزروع كبيرة عشان الخاطر نرفع بيات جيوب الأنفية ونعمل زي قاعدة أو لما تيجي تبني عماره مش لازم الأواعد بتاعتك تبقى كويسة إحنا بنعمل الأواعد عشان نقدر نبني الأمار ده يقلص يقلص يعني يقلل مساحة السؤال اللي جايه موانع للزراعة موانع الزراعة دي أصبحت محدودة للغاية جدا ومعظمها بس ما زالت موجودة يعني نقدر نقول إن هي تشال مثلا 95% منها إلا الحاجات يعني مثلا كانسلز والحاجات دي بعد ما بتتعالج بتتستنى شوية بعد الريديو أو الكيمو تمام؟ لحد ما يحصل complete healing بتاعه ونقدر نتدخل يعني بعد أمراض هي السرطانية بنستنى شوية عشان نقدر نتدخل ماشي؟ غير كده لو عندي أي مشكلة في الدنيا إحنا نقدر نزرع المريد حتى مريد السكر بنقدر نزرع له بس هو لازم يتعاون معي يعني ما تجديش وهو جسمه كله هيتضمر ويقول لي زرعلي لأ حضرك نزلي شوية خليك control شوية وهنقدر نزرعلك بنجاح جدا ومفيش أي مشكلة هو بيجي لنا بيقول لي أنا مريد سكر بنبدأ نتكلم مع بعض شوية بنبدأ نشوف شوية تحليل لو في حاجة عايزة تتزبط بزبطه له لحد ما يبقى سيف إننا نقدر ندخل له عملية اللي احنا شايفينه ده بقى دي زراعة فك برضو زراعة فك بالكامل دي زراعة فك بالكامل أصعب عليك زراعة فك بالكامل ولا زراعة جزء من الفك ولا ده سهل ده نين سهلين جدا بس هيا الفكرة كلها إن انت بتاخد عدد زراعات أقل في زراعة الفك بالكامل من حتة متوزعها من بعيد عن بعض يعني أنا ممكن فك يبقى عندي حتتين فوضين أستخدم له أربع زراعات بينما فك فوضي خالص أبطل الناس تخدم له من ستة لثمان زراعات فوق ومن ستة لثمان زراعات تحت ده يخلينا ده الناس اللي بترجع تأكل آه وهو ده يخلي الناس أسألك الشؤال اللي جايب اللي هو زراعة أسنان في السن المتقدم المخاطر عموماً المحيطة بالزراعة إيه وفي السن المتقدم بالذات أكيد المتسألة برده بس أنا أقول حاجة أنا جدتي ربنا نديها الصحة وهي لسا موجود من عشر سنين كانت سنانها بدأت تتلخل أخوة بتاع أنا والدي دكتور أسنان وأخويا دكتور أسنان إحنا عائلة دكاترة أسنان فبدأنا نتخاني مين هيزراع لها وهو يقول لا هذه كبيرة في السن وبدأ هنا صراع الأجيال في طب الأسنان لحد ما عملنا لها الزراعة زراعنا لها ساعتها 16 زراعية في قاعدة واحدة دي جدتي 16 زراعية وحوالي 15 جرام عظم في قاعدة واحدة بعديها بثلاث شهور هي لحد النهاردة بتاكل بأسنانها الكاملة بدون أي مشاكل فيش سن يحكمنا طالما الصحة كويسة طالما إحنا مزبطين التحليل بتاعتنا طالما إحنا مزبطين الأعدة اللي هنبني عليها العمارة فالسن مش حاجة تقيدنا خلص لكن مفيش حاجة اسمها إلا لو أنا عندي حاجة سيستيميك سيستيميك مرض بقى عام مرض مناعي الزبط حاجات اللي هي في التهاب موزمن سيبتيسيميا هنا نبدأ بقى هنا نتكلم ونشوف مع الدكتور بتاعها الوضع بالزبط وساعتها لناخده القرار ممكن المريض يبقى عنده سكر وعنده درجة من درجات الالتهاب العام بالزبط مش نقولت درجة سيبتيسيميا مش دركة الالتهابية لكن درجة من الالتهاب العام ده inflammatory condition في الجسم ما ينفعش نزرع له السكر في العالية نبدأ بقى نتفاهم بقى احنا وضاكات السكر ومع المريض مش شفاهم حديرك قادرة من هنا في القصة زيارة نرجع يا دكتور آمن يقول لنا بليه قولي بقى بعد الزراعة مطلوب من العيان ميديت ليه وثم بعد ذلك فيه احنا ساعات بنزرع الزراعات الفورية هي الفكرة كلها يعني بعد أي جراحة في الفم احنا أول أسبوع بنأكل حاجات طرية عشان الجرح أول 24 ساعة بنأكل حاجات ساعة بعد 10 خاطر نقلل البليدينج اللي موجود تمام وبعد كده بنأكل سخنة أو ساعة لمدة أسبوع بنلتزم بالمية والملح والمضمضات والأدوية اللي هيقولها لك الدكتور عديت الفترة دي بنجاح هذا بدوني زي الفل وما فيش أي مشاكل لازم تسمع كده بالدكتور في كل الكلام ده احنا بنعمل ايه عمتا؟ لو immediate implant بيبدأ هو ما بيكلش عليها لمدة أسبوع وبعد كده يبدأ أكل عليها واحدة واحدة وهتبقى زي الفل immediate يعني زرعية فورية يعني أنت جيت لي من غير سنة دلوقتي أنا خرقتك من عندي بالسن دي immediate 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 implant immediate loading في حاجة اسمها immediate implant بس أن أنا مثلا حخلع السنة دي وحط مكانها الزرعية في نفس الوقت بس مش هحمل عليها وفيه delayed إن احنا بنحط الزرعية بيبقى عندنا دلسة كلها مقفولة بنحط زرعية دي الطرق المختلفة للزراعة طيب فيه نقطة مهمة جداً فيه حد يقولك أنا سايب سناني متكسرة عشان الجدر بيحافظ على حجم العظم بتاعي فأنا هستنى لحد ما يجي وقت أجمع فلوس أو أعمل أي حاجة عشان أخلع الجدور دي وحط مكانها الزرعية ده في منتهى الخطورة ليه؟ الجدور دي جواها قنوات العصب بتاعتها العصب ده بيتعفن بيبدأ يعمل بكتيريا البكتيريا دي بتتكون تحت الجدور اللي هي بتبدأ تعمل ليه خراج اللي أول بيبقى حاد بعد كده بيبقى مزنن بعد كده بيقلب بقى كياس دهنية كياس الدهنية دي بتتطور لحد ما توصل لحاجة اسمها أوكي سي أو دونتوجينيك كراتوسيست ده إتس سيست لايك تيومر كيس دهني يعامل معاملة الأورام شوفواه بدأ نواسي بجدر أو عنده درس مساوس لحد كيس دهني يعامل معاملة الأورام بيخسر فيه بقى جزء من العبن بتاعه بيخسر أسنان آه ده يعنيم يوعمل معاملة الأورام يعني بتشيل بسيفتي مورجينز يعني بتستقصل حالين نوصل الكام ده بيوعامل معاملة الأورام يعني دم تتشيله تشيل حتة حواليه عشان تبقى في الأمان بالزبط من النسيجة الطبيعية بالزبط عشان ده انت كده بتقوله هنا هو ورم بيعامل معاملة ورم خبيس كيس دهني يوعمل معاملة الأورام ماشي لوكالايزدو كل حاجة بس بتشيله بسيفتي مورجينز هو فيه لوكالايز ماليجنز صح ما فيه لوكالايز ماليجنز يعني لا هي لوكالايز ماليجنز يعني ورم خبيس تحدد بها لا بينتشرش بس هحنا بنعمله على إنه ورم خبيس بزبط كزا بتبقى حركة خطرة جدا يخليني فمنتهى الخطورة تقوله أب مهم جدا جدا يعني الحتة اللي انت قلتها دي مهمة أوي الناس اللي عندها جدور مش كاملة اللي هي السنة متكلة من فوق وسيبين الجدر موجود تحت من غير علاج من غير علاج لو هيشيله أو لو هو كان فيه جزء ونعالج عصبه والكلام ده كله تمام آه أو نشيله ونزرع مكانه أو نشيله ونزرع مكانه سيبينه زي ما هو المهم المل آخر في أسنانه ممكن يتطور لأمراض مش كويسة آه ده كلام مهم جدا فلازم الفلو اوب الفلو اوب ده في المنتهى الأهمية حتى لو أنا شايف إن أسناني كويسة إيه المشكلة إنها بروح كل ستة شهور تنظف عشان أرفع الحالة الصحية للفم بتاعتي كلها وأعمل شوية أكس رايز تطام إن ما فيش أي مشاكل وخلس الموضوع الكلام ده مش هياخد مني يعني نص ساعة اللي بتسام اللي سويتي برضو من الحاجات اللي في عالم التجميل يعني خلينا أقولك إحنا مثلا إحنا بنتكلم في الزراعة بس برضو اللي بتسام اللي سويتي بتفرض نفسها حتى مع زراعة وتجميل طبعا طبعا في ناس خلي بالك يا دكور أريمان إن اللي بتسام اللي سويتي دي بتعمل عقد لبنات كتير جدا وفي بنات مش بقدارين بيها وفي بنات مش بقدارين بيها مع إنه في حد تاني قاب بيتكلم عليها آه دي بتتبقى حبار عن إيه هي اللي سن مفروض أصلا في الضحكة تبقى قدية مفروض تبقى من زيرو لتلاتة ميل تمام أكتر من كده بتسمع دحكة لسويتي ليها درجات طب إيه أسبابها يئمة أنا لما الشفة بتاعتي لما بضحك الشفة بتاعتي بتترفع زيادة عن اللزوم يئمة اللسة نزلة على الأسنان زيادة عن اللزوم في حالة إن هي نزلة على الأسنان زيادة عن اللزوم بتيب نعمل لها حاجة اسمها جنجيفاكتومي بنشيل جزء من اللسة بمشرة أو بالليزر ونرسمها من أول وجديد ونوضح الأسنان وتبقى الدنيا زي الفل بسيطة هو كلها بسيطة دي الأبسط طب لو أنا الشفة بتاعتي بتطلع فوق جامد لما باتحك بنبدأ نعمل إيه بنعمل عملية صغيرة في الشفة بنغير مكان الإنسارشن بتاعها بنغير مكان اللي هي طلع منه بنخليها تقفل عند حتة أوطى شوية ففي الآخر النتيجة بتاعتنا العملية دي ما بتاخدش مننا أكتر من ربع لتلت ساعة فالآخر النتيجة بتاعتنا إن اللازة هتبان بمجدار من الزيل والتلتة ميل وهتفرق في الشكل بنسبة 85% جمالياً أكتر من الوضع اللي كان عليها طبعاً طبعاً بقولش إن هو كان وحش بقول إن هو هي بقى أحلى بنسبة 85% لابتسامة لسهو بتدي انطباع بالطفولة بتدي انطباع يعني مش مريح للايا بسبب خلينا أوريك بقى الشخصية بتكرناها اسمها أبو العريف أبو العريف ده بيفتي أوكي في الأسنان في كثير من الناس بتفتي في الأسنان طبعاً ده في ناس بتفتي في الأسنان وهم في الفيلد دي مشكلة تانية خالص دي مشكلة تانية خالص صراحة صراحة دي مشكلة تعالي نسمى أبو العريف هي بيقولي أبو العريف هي بيقولي يا بيشة عم سيد أخو عم راضي أبو حمد راضي وزكريا راضي راجل كبير عنده كم درس مخلوع من زمان ومصاهي عليهم راح لدكتور عاوز يزرع مكانهم الدكتور قال له ما ينفعش السكر مش مظبوط والعظم بصر إيه هنعملك خطة تانية هتناسب حالتك خطة إيه يا عم سيد هو مطش المنتخب اللي يقولك هنعملك خطة مخصوص لحالتك يا عم سيد يبقى بيكبر الموضوع وهيدفعك كتير أنا هواديك مركز طول السنة بيعمل أفرز ما بيقولش الحد لأ على أي حاجة اللي انت عاوزه هيعمله لك بأرخص الأسعار أي خدمة يا عم سيد هنا هو ارتكب كل الجرائب مبدئيا أنا أصلا مش بودور على أرخص ولا أعلى يعني النقطة اللي في الآخر همتدور على الطب همش بودور يعني ده سعره كامل لا الأغلى أحسن ولا الأرخص مطمئن إحنا ندور اللي هيقدر بضمير عالي يعمل لي شغلنا وأنا متطمئن نفسيا إن أنا في أيدا أمينة يعني فكرة كمان فكرة اللي قولك المكان اللي مبقوش لحد لا أمه طيب ده سكر يعني أمه عالي قوي ما في الآخر إنت اللي هتلبس يعني إنت دلوقتي حطيت الزراعات بتاعتك وسكارك عالي إيه اللي هيحصل لزراعات هتقع ما هيتقع في الآخر لا أنا لازم أروح الدكتور اللي هو لو أخدني على قد عقلي أو هو جراني في الكلام وسمع كلامي عشان خاطر مجرد يعمل الشغلانة ده لازم تسيبه وتمشي الدكتور اللي هو يشتغل من غير أشعة تسيبه وتمشي المكان اللي مش نضيف تسيبه وتمشي الدكتور اللي هيسمع كلامك في الخطة العلاجية بتاعته يعني إيه إنت بتقول أنا نفسي في كذا هو بيقولك دي في الحدود الفلانية يعني أنا لازم أعمل واحد اتنين تلات اربعة خمسة لو الخطة دي اتغيرت عشان طلب منك ده تسيبه وتمشي يبقى معنى كده إن أنا ممكن أغير كلامي على حسب الديل لأ إحنا لازم نبعد ده مش بيزنس ده طب إحنا محتاجين نروح لحد نبقى واثقين إن هو يوصلنا لأحسن نتيجة بأحسن خطة علاجية دون تدخل أي بيزنس في الموضوع لأن إحنا مش تجار إحنا ده كترة في الآخر تنورت شكرا للتراح الحوار معك دائما له متعة خاصة جدا في الشرح والتفصيل ضيف العزيز واحد من نجوم عالم الأسنان المثير جدا الأستاذ دكتور كريم مكادي استشاري زراعة الأسنان وتجميل الفم والأسنان وزميل كلية الكراحين الملكية وعضو جونجلس الأمريكي لزراعة الأسنان كان في الناس الحلو أخليكم مع الناس الحلو سبب الأساسي للسمنة المفرطة السبب الأساسي مش الأكل كتير بس قبل الأكل الكتير القعدة الكتير الراحة الكتير كل أنواع جراحات السمنة المفرطة الهدف منها إنقاص الوزن وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة إذا كانت موجودة وتحسين من اللايف ستايل السمنة تعطل الإنجاب بسرعة واضحة جدا بتعمل تجاسم المبات والأخبطة في الهرمونات ويعني تأخر في الإنجاب بسرعة واضحة جدا البنات بيبقوا مهزومين نفسيا البنت اللي وزناها كبير فعلا ما بتبقاش عايزة حتى تصور مش عايزة تحضر مناسبة مع صاحبتها أو عادة في البيت ما بتشوفش الشمس أيها الناس خلي بالكم من عيالكم أنتوا أو مناء عليهم ده فيه ناس والله بتبعت الحاجات الأدوية واللعب بتقول تعالى خود العلاج لجريمة لا يقابل ما بقابلش العيان أصلا لو أنت بتليفون كده وفيه حاجة اسمها كده رصام إنقاص الوزن هو علاج ليه تأخر الإنجاب إنقاص الوزن هو علاج عشان يزبط الدورة الهرمونية مرة أخرى للبنت اللي عايزة الدورة بتاعتها تبقى منتظمة عايزة بي عندها صحة إنجابية مزبوطة لازم تنزل وزنها أنا أتمنى إن احنا نعمل منظار معدة تشخيصي لكل الناس قبل عملية السمدة لأن في حال عدم عمل منظار معدة تشخيصي من قبل العمليات بتتفاجئ إن انت تلاقي عندك فاتق في الحاجات الحاجزة يا إما تكون سكر من النوع التاني وهنقيم ده بقى بالسيب بتايد والهوما والأنتي جاد كل الحاجات اللي بتتعامل لتقييم المريض إنت نوع تاني هتبقى من أكتر الناس حظا لأن إنت هتخلص من السمنة وهتخلص من السكر في عملية واحدة بس اللي هي تحول المصار لو هذا البرنامج نجح بس في محاربة السمنة يبحنا قدمنا شيء عظمي